السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي الى الاخوان جميعا وبالذات الرياضيين جميعا وبالذات جمهور الطلبة الحبيب كابتن شاكر محمود لاعب الوسط العراقي المميز بالثمانينات ومن طفولتنا كنا نحب ه لاعب مميز راقي وهو احد اسباب تأهننا الامونديالكاس العالم 86 لكن انا الي عتب عليها العقود اللي بعهدي دارت كاظم علاء كاظم سوري الثبت انه بالدليل ادلة يعني وانا دعيت لهذا الموضوع سبحان الله وفعلا دارت الطلبة اكتشفت وكثير من العقود مبالغ بيها ومو حقيقة ما توازن عمل يعني بيها مور يا كابتن شاكر محمود اتحدث عن شاكر محمود يا كابتن شاكر انت وقعت وادارة علاك هذا وانت تعرفها دارة فاسدة ويعني انت من وقعت قبلك كان ونقومش تكيل والعمل اللي سويته يعني انت ما ضورت ويطلب ولا سويت شيء للطلب ولا قدمت شيء هسا تقول لي هذا حقي الانسان اذا بيه حرامي ما يقول حرامي اش تعتبر حرامي فاسد ما يعرف يشتغل مو كفو ويدر ان الوزارة ما عقل وتجي انت توقعوا يا ليش زيان هاي وحدة شكت صار لك ما طالبت بفلوسك طبعا سبعين مليون اعتقدت كابتن مبالغة انا اعرف العقود بالعرب ذاك الوقت بيه اللي انت وقعت بيه اعتقد مبالغة حي المبالغة زيان وانت جنت تعرف انه على كاب انا متأكد انا قيل لك الرسول قال ذاكع ان سرفت الصحابة هلها شقق تقالب لكن انا كابتن شاكر ما رد اقسم لكن انا متأكد خلنقول 99% انت بداخلك جنت تعرف انه هال 70 مليون ما راح تاخله كاملة زيان يا كابتن شاكر انت ذكرت بعد هاي الفترة انه انت تطلب 70 مليون سبحان الله وفي مناسبة في مناسبة اكو اندية خلوا سركل على هذا الكلام ما نقولون خطة حمر لا خلوا سركل دارا دارا وفي مناسبة بعض الجهات تحاول انه ترجع بعض الاندية تشارك بالدور العراق الممتاز لانها راح تكمل التراخص لانه مراجزينة وتكون مهيئة ومكملة عملية التراخص فتحاول السقط بعض الاندية اللي ما هقل درجة ثانية او درجة اولى مثل تقسيم بالعراق بشرة التراخص فطوفة الهبيطة للأسف طبعا كان احد الله المربع الكرة العراقية نادي الطلبة بس بالسنوات الاخيرة بفضل على كاب ومن معه وصامتين عنه والجحاف الحكومي اصبح الطلبة من طوفة الهبيطة حيطنصيص فيحاولون انه يحرضون بعض انه انا حاشا للاشاكر المحمود النجم القديم بس غريبا ظهروا نجوم كثير يطالبون بدينهم على الطلبة هتش صدفة فالكابتن شاكر المحمود ولجنة الانضباط بالتحاد الكرة ما اعرف هل هي الجهة للتخصص في البت بالهاي القضية او لا انا ما متأكد ما اضطلهم بغتي تحكم بحقية الكابتن شاكر المحمود ولازم الطلبة دفعو له 70 مليون بوقت حرج طبعا ان شاء الله الطلبة تقدر اللي دارت تدبرهم لها او تتفقوا جدولة ممكن نسويها جدولة سبحان الله شنت ناسي كابتن شاكر المحمود اليوم اتذكرت شفت الطلبة مش بالطريق العديد لو اكو اندي راح تلعب الدور المضالي ها التقوا بيك او ادو لك تليفون قالوا لك يلا كابتن شاكر انتهم ارفع دعو مثل البقية على مودي اذا فشل نادر الطلبة وما صارت دارة التراخص ما اقرته وطبعا ما عنده هو شوي حظ الاتحاد العراقي ينزلون درجة وانتم تلعب بس لعب غير الله يرزقك ومثل ما قلت لك انت نجم طفولة نعم ضمن باقي النجوم لكن اتمنى انه يكون البادي مو صحيح ولجنة التراخص عم عليك يفكر شان دقيقة اهل سوري لجنة الانضباط لجنة التراخص مرت الله يعني يقولون طالبين السنة يشتغل صح ومتعاونين وهي النادي لان هو النادي يشتغل صحي يعني هو محب بالنادي بس عم علي جنة الانضباط بساح حتى قررت اي باش قد حقانين انتم فان شاء الله كابتن شاكر تراجع نفسك وتتفاض وي دارة النادي ومثل ما قالت دارة ما قدرت تحكي عنه أنا اسمعت بعض الاخوان قايل انه اللي يخفض المبلغ الان النص ياخذ بنفس اليوم او شي منها القبيل اه ما متأكد او انه يقصط المبلغ لازم يتقصط لانت جنساك تسنين ونجي تحسي صدفة ترى هنا ما يكون حتى بدول العالم يعني انا عيش سويا بامريكا البلد الاول بقانون بالعالم بصراحة حتى يغلق بريطانيا فوق على بريطانيا لكن الديون ما تتحصل هجي تعال جيب كمشل اطل لازم الجدول اذا ما تجدول الديون ما تتحصل يعني لا يخالف شاكر وغيره اذا ما تطلق الطلبة يوب الطلبة اللغي سينفلوسك ما اجتلك فالمفروض جدولة لازم فتشارة تنحل امور وانا اكيد يعني البعض اللي راح يدور ضرمت الكابتن انا ما ضرمت الكابتن شاكر الى كل تقدير بس اقول هاي السكتة الطويلة بانطلاق الموسم وهاي يعني هاي شي غريب وصرار على سبعين مليون هم غريب والعقد اصلا مبالغ به هم بعد اغرب ولجنة الانطباط الشحقانية وبسرعة حكوم هاي بعد اغربين تحيات لكم في امان الله